بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكرنا في لقائنا السابق أن سيمون دوبوغوار فتحت الباب على مصرعيه أمام تلميذاتها اللواتي جئن من بعد فتحت الباب للتنكر للبيولوجيا فلا يوجد فرق بيولوجي بين الرجل والمرأة وإنما هو فرق ثقافي وفرق في التربية وأيضا فتحت الباب للتحرر من الرجل الذي صار في عرف الأنثوية سجانا سواء أكان أبا أو كان زوجا بعد مرحلة سيمون دوبوغوار جاءت مرحلة أخرى في غاية الأهمية وهي نضالات حركة ثمانية وستين ففي هذه السنة وجدت حركات نضالية اجتماعية وطلابية ضخمة جدا ويمكن أن نقول إن هذه الحركة كانت هي اللحظة الثالثة للتحرر من الدين بعد اللحظة الأولى التي كانت الثورة الفرنسية واللحظة الثانية التي هي الثورة البلشفية في حركة ثمانية وستين مارس الثوار فعل التفكيك لجميع القيم التقليدية المتبقية بطبيعة الحال القيم الدينية على رأسها ولكن أيضا جميع القيم المرتبطة بالسلطة والذي فعله الثوار فعله بعدهم فلاسفة التفكيك المنبثقون عن ثورة ثمانية وستين يعني أمثال فوكو ودريدا ودولوز الذين يجمعون فيما يسمى المدرسة الفرنسية فرنش ثيوري تفكيك السلطة معناه أنه ينبغي أن تسود قيمة المساواة المطلقة بين الجميع فلا تبقى أدنى سلطة لرجل الدين على أتباعه ولا للأبي على أسرته ولا للأستاذ على تلامذته ولا للزوج على زوجته وأسرته ولا للبرجوازي على البروليتاري بل تفكيك تام لمعنى السلطة سيأتينا أثر هذا بإذن الله عز وجل على الأسرة وعلى المجتمع وجدت بعد ذلك في فرنسا خصوصا حركة تسمى حركة تحرير النساء MLF Mouvement de Libération de la Femme لم يعد الهدف في هذه الحركة كما كان الأمر عند سيمون de Beauvoir أي تقليد الرجل إنما صار الهدف هو الابتعاد عن الرجل ولذلك صارت هذه الحركة تعقد اجتماعات خاصة بالنساء وتؤصل لعداء نظري تجاه الرجال فلا بد من أن تستغني المرأة عن الرجل ولذلك لأجل نظرية الاستغناء عن الرجل هذه فإن هذه الحركة انتشرت فيها المثلية النسائية يعني استحاق تلك المثلية التي كانت لدى سيمون de Beauvoir متسترة صارت الآن أمرا ظاهرا ولذلك بعض المنظرين يقولون النسوية هي النظرية والسحاق هو التطبيق شعار سيمون de Beauvoir الذي ذكرناه في لقائنا السابق وهو لا نولد امرأة وإنما نصير امرأة هذا الشعار تطور إلى أمر خطير جدا وهو إلغاء الواقع البيولوجي فالمرأة ليست امرأة بسبب ولادتها امرأة وإنما لا تعدو أن تكون اختراعا لغويا وثقافيا بعد ذلك جاءت منظرة يمكن أن نقول فيلسوفة نسوية مشهورة هي جوديث باتلر جوديث هذه اخترعت يعني سبقها غيرها لكن لنقول إنها هي التي أصلت لما يسمى نظرية النوع أو نظرية الجندر نظرية النوع هذه تفرق بين أمرين اثنين تفرق بين الجنس والنوع فالجنس أمر بيولوجي بحيث يقال فلان ذكر أو أنثى هذا أمر بيولوجي لكن هي تقول إلى جانب الجنس هناك شيء آخر هو النوع والنوع ليس بيولوجيا وإنما هو شيء ثقافي تنتجه الثقافة وإذا أضيف إلى الجنس البيولوجي وإلى النوع الثقافي التوجه الجنسي بمعنى هل الشخص مثلي أم تغيري أم غير ذلك من الهويات الجنسية التي سيأتينا الحديث عنها لاحقا بإذن الله عز وجل إذا جمعت هذه الأمور الثلاثة فإننا يمكن أن ننتج منها ما لا يحصى من التركيبات يعني شخص جنسه ذكر نوعه أنثى توجهه مثلي وهكذا في الحقيقة طورت النسوية مطالبها إلى مجالات مختلفة ومتنوعة جدا بل يمكن أن نقول إن النسوية تشتتت في مطالبها فانتقلت إلى مجال تحرير الجسد ويدخل في ذلك أمور كثيرة سنذكر بعضها لاحقا بإذن الله تعالى يدخل أيضا في مجال مطالب النسوية إباحة تحديد النسل يدخل في ذلك رفع التجريم عن الإجهاد وقد وصلت إلى ذلك في أكثر بلاد أوروبا يدخل في مطالب النسوية أيضا تحرير الجنس وفتح أبواب المتعة مطلقا جميع أنواع المتع الليبرتارية صارت النسوية تدافع عنها مع أن ذلك كله ليس في مصلحة المرأة لكنه سقوط إيديولوجي خطير وقعت فيه النسوية سيأتينا ذكره وتفصيل أمره لاحقا بإذن الله عز وجل أيضا النسوية استفادت من التقدم التكنولوجي وتحالفت مع الرأسمالية المتوحشة وصارت تلعب لعبة السوق وذلك في أمور خطيرة سنذكرها أيضا في قضية النيابة في الحمل في قضية الرحم الاصطناعية في قضية تخزين البويضة كل ذلك عدته النسوية نصرا للمرأة لا لشيء إلا لأن ذلك يحرر المرأة من الأمومة ويجعلها رجلا كالرجال انطلاقا من إيديولوجيا الجندر النوع وضعت النسوية يدها في يد الأقليات الجنسية الهويات الجنسية الغامضة التي سيأتينا أيضا بيانها فيما بعد إن شاء الله تعالى ثم أيضا ساحة النسوية إلى إعادة تشكيل الوعي في مجالات مختلفة في الفن في التعليم في الإعلام في الأدب بل نصبت ما يشبه محاكم تفتيش للمخالفين فكل من تشم منه رائحة ما يسمى الجنسوية لسيكسيزم أي التمييز بين الجنسين يمكن أن ينبز بأنه فاشي بأنه ذكوري بأنه ضد حقوق المرأة وسيأتينا بإذن الله تعالى شرح بعض ذلك تفصيلا نحن نرى من خلال هذه المقدمة أن النسوية غاصت في خليط إيديولوجي خطير جدا ولنا أن نتساءل أين حقوق المرأة التي قامت النسوية في الأصل للدفاع عنها هذا السؤال يحتاج منا إلى جواب لكن قبل ذلك سوف نرى في لقاءاتنا المقبلة بإذن الله عز وجل بعض المخاطر الإيديولوجية التي وقعت فيها النسوية إلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر